اهلا بكم معانا طلبة سنة ربعة تعالوا كده نستكمل موضوع الخرائط الزهنية للمحور التاني هناخد دلوقتي المفهوم الثالث اسمه السرعة وزي ما تعودنا يتنقل مني يتسمع الفيديوهات التلخيص اللي انا كنت اعملهم قبل كده السرعة انا مأسلمهم لكذا قسم اول قسم اسمه الخصائص التي يتمتع بها الفهد اللي تجعله اسرع حيوان على الارض شايف المعلومة دي الفهد هو اسرع حيوان على الارض طيب ليه في شوية تكيفات تركيبية موجودة في الفهد اقدر اقول عليه انه هو اسرع حيوان في الارض على الارض له رأس منحني لتقليل مقاومة الهواء له فتحات انف كبيرة لاستنشاق مية كبيرة من الهواء له قلب كبير له عمود فقري مرن مثل الزنبرك له وزن خفيف يغرز مخالبه في التربة اثناء الجري هنتكلم في السرعة اول حاجة التعريف بتاعها التعريف من القانون القانون بيقول ايه اهو القانون بيقول ايه السرعة يساوي المسافة على الزمن يبقى التعريف هي المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن وحدة الزمن معناها ايه يعني في السانية الوحدة او في الساعة الوحدة تمام الوحدة بتاعة السرعة كيلو متر في الساعة او متر في السانية لمقارنة سرعة جسم بسرعة جسم اخر بيبقى في حاجتين همسك الجزئين بتوع الخانون اللي هما المسافة والزمن عن طريق المسافة الجسم الذي يقطع مسافة اكبر له سرعة اكبر طبعا عن طريق الزمن الجسم الذي يأخذ زمن اقل له سرعة اكبر الادوات المستعملة لقياس السرعة ثلاث حاجات ساعة الاقاف جهاز التوقيت عدات السرعة علاقة السرعة بالسطح المائل كان فيه تجربة بتقول لو جبت لوح خشب ورحت سندته على مجموعة من الكتب محطوطة فوق بعضها يبقى أنا عندي مجموعة كتب فوق بعضها وعندي لوح خشب مسنود على الكتب دي فبقول على مجموعة الكتب دي اسمها قاعدة الارتكاز يعني الجزء اللي بيتسند عليه اللوح الخشب اللوح الخشب بسميه الصبح المائل تمام فهو بيقول كل ما زاد طول قاعدة الارتكاز أو إيهة لما يزيد عدد الكتب اللي احنا رسنهم في ظهر الخشب لوحة الخشب تزداد زاوية او ميل للصبح المائل طبعا هيبقى ميل اكتر وكل ما يبقى ميل اكتر تزداد السرعة وتزداد طاقة الحركة عندنا كمان جزء اسمه تغيير السرعة اغير السرعة ازاي عايز ازودها ازودها في مرة عايز اقللها في مرة عشان ازود السرعة بتاعة سيارة نضغط على دواسة البنزين فيتم تزويد المحرك بمزيد من الوقود فيحول المحرك طاقة الوضع الكيميائية الى طاقة حركة فتدور العجلات اسرع وتزداد سرعة السيارة طبعا ازاي قدل السرعة اكيد طبعا اعمل حاجة من اتنين ارفع رجلي من دواسة البنزين يقيم ادوس على الفرامل نرفع القدم عن دواسة البنزين فتقل سرعة السيارة بسبب قوة الاحتكاك بالارض وكذلك نضغط على الفرامل فتزداد قوة الاحتكاك فتقف السيارة واخر حاجة عندنا سيارات تعمل بالطاقة الشمسية مميزاتها لا تحتاج لوقود ولا كهرباء ولا تغير المناخ اه هي مش عايزة بنزين لان هي شغالة بالطاقة الشمسية وهي مش سيارة كهربائية لا قلنا شغالة بالطاقة الشمسية لا تغير المناخ علشان العربية دي مش بتطلع ابخرة او مش بتطلع العوادم اللي بتسبب تلوث في البيئة وبالتالي تلوث البيئة بيسبب تغيير في المناخ فهي مش بتغير المناخ بس سعبها ان الطاقة اللي بتعملها الشمس عشان تحرك العربية بتبقى قليلة فالعربية بتحتاج طاقة شمس اكبر واطول وكمان النهار يعني ليه عدد ساعات معينة تمام مش زي الكهرباء والوقود انا بستعمله في اي وقت زائد الوقود والكهرباء طيب الطاقة بتاعتهم بتبقى اكبر تمام يبقى الطاقة الناتجة من الشمس اقل من الطاقة الناتجة من الوقود او الكهرباء وفيه حاجة تانية لا يوجد بها عدات سرعة وبما ان ما فيهاش عدات سرعة لازم نشوف حل ازاي نقيس سرعة السيارة دي فقالك بنقسم المسافة اللي هي مشيتها على فرق الزمن فرق الزمن اللي مشيته زمن البداية وزمن النهاية العربية تحركت الساعة عشرة وقفت الحركة بتاعتها الساعة الماشرة يبقى فرق الزمنين ساعتين تمام كده انا خلصت معاك المفهوم التالت وفاض المفهوم واحد ونخلص خالص شكرا 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 شكرا